لحم خنزير حرام لكن هل سألت نفسك ليش؟ لازم يكون فيه سبب ويكون سبب قوي بعد فعشان شيء اليوم نبي ناخذها من ناحية علمية يواند يذكي يواند يذكي وطبعا للي ما يعرف الخنزير يتقدى على لحوم الحيوانات الفاسدة وايضا على الفضلات والاشياء الوسخة فمن الطبيعي انه يكون نجس واكن لحم الخنزير يسبب في تراكم الدهون الضارة واللي مع الوقت بتسبب لك امراض في القلب وايضا من الابسطة الاشياء اللي يتيك لما تاكله هو الاسهال والحمى والجفاو واحيانا حتى تشنج وهذا فقط جزء بسيط فنقول الحمد لله على نامة الاسلام وعشان شيء